خلينا نتقل مع حضرتك يعني الزوية الأخرى يعني بخبرة حضرتك ومتابعتك للبرامج الانتخابية للمرشحين الرئاسيين الأربعة برأيك ما هي أبرز الملفات ويعني أبرز ما يتطلع إلي المصريون من الرئيس المصري القادم شوفي أولا تصويت حيلقي مسؤولية يعني نسبة التصويت حيلقي مسؤولية على الرئيس القادم لأن هذه الشرعية وهذه الكتلة التصويتية الضخمة دي أمانة يعني أعتقد أن الرئيس يدرك ذلك جيدا أن هذه أمانة أنه رغم كل شيء والمرانات والآخره أنه لا أن هناك شعبية وشعبية جارفة بتؤكد صحة وسلامة المسير والمصر في الفترات الماضية فبالتالي أعتقد دي أمانة ومسؤولية أعتقد أنه هيكون هناك فعلا ضرورة لاستكمال مشروع البناء الوطني يعني أنت عملت نهضة كبيرة جدا وحققت على أرض الواقع أشياء كثيرة جدا سواء في البنية الأساسية في الطرق في المواصلات في التطول المواني في بناء المدن أشياء عظيمة جدا وكمان زيادة رقعة الرقعة الزراعية بالإضافة لمسألة مواجهة الأخطرة ضيبة وزيادة السكانية فنعتقد كل الورامج التي ترحت كلها تصب في هذا الاتجاه وهي المصلحة العولية أولا للوطن ثم مصلحة المواطن في توفير له الحياة الكريمة لا أحد يختلف على ضرورة استكمال مشروع التنمية الشاملة ربما بعد الأولويات تختلف لكن لا أحد يختلف الكل على أرضية وطنية واحدة في ضرورة استكمال مشروع التنمية الشاملة والاهتمام بالمواطن وأنا أعتقد أنه في المرحلة القادمة إن شاء الله هيكون هناك خطوات كثيرة وإجراءات كثيرة جدا لصالح المواطن المصري يعني مش هزول الرد الجميل لا يعني احتراما وتقديرا لهذا المواطن كان فيه فرق بين المواطن والفرق يعني المواطن المشارك في قضايا وطنه اللي نزل وشارك وأدل بصوته وعبر عن رأيه أعتقد المرحلة القادمة بإذن الله وهذا توقعات يعني هناك أمور كثيرة جدا سواء على الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي يعني سيلمسها المواطن بإذن الله اللي صبر كثيرا ودائما كان الرئيس عفتاح السيسي ما يوجد تحياته لهذا الشعب يعني حقيقة شعب ما فيش شعب زيه في الدنيا صبر احنا شفنا بعض الدول اللي تعرضت لأزمات الاقتصادية حصل فيها ايه يعني مظاهرات واحتجاجات دول أوروبية المفروض انه عندها ثقافة إنما شفنا اللي حصل في اليونان أو في البرتغال أو حتى في دول أمريكا اللاتينية إنما هذا الشعب رغب كل شيء إنما صبر إنه مدرك إنه ما يحدث هو لبناء دولة قوية لبناء مستقبل لبناء جمهورية جديدة له أو لأولاده في المستقبل بإذن الله فأنا أعتقد مرحلة القادمة مرحلة تحديات واستمرار البناء بإذن الله صحيح طبعا هو شعب عظيم وأنا بأكد على هذا الكلام لكن حضرتك ذكرت جزئية هم جدا بخصوص الإشادات من وسائل الإعلام العالمية بالجهود طبعا اللي بتقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا إحنا بنعلم يا أستاذ عادل إن هذه الانتخابات هي آخر انتخابات رئاسية تجرى بإشراف قضائي كامل طبعا دي كانت من ثمار الخوار الوطني مد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية حضرتك تقييمك لدور اللي بتقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بنتكلم عنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين كل التيسيرات التي تقوم بها كما تبعنا الإقبال الكثيف أدى إلى مد بعدد من القضاء لللجان للتيسير على المواطنين الناخبين قرأت حضرتك إيه للجهود اللي بتقوم به بصراحة يعني عايزة أقول تعظيم سلام للهيئة الوطنية للانتخابات تعظيم سلام للقضاء المصر الشامي خلي بيزيز يثبت دائما أنها صنوان الحرية والديمقراطية في مصر طوال تاريخه أعتقد من 2014-2018 وهذه الانتخابات لم ترد أي ملاحظات تشوب أو أي شعبة تشوب عملية تكلم على إدارة العملية الانتخابية يعني منذ اللحظة الأولى لتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ومورستها عملها بالفعل لم يشتكي أحد وأعتقد أنها نجحت في سنوات قليلة جدا أو في تاني انتخابات أو تاني انتخابات نجحت الهيئة الوطنية الانتخابات أن تمحي وتزيل كل آثار الماضي في عملية العملية الانتخابية ما بعدناش دلوقتي فكرة التسويد البطاقات وفكرة التبديل السندي بتاعت زمان أصبحت من الماضي وربما أصبحت من الخيال كمان أصبحت الآن نحن أمام إدارة لعملية انتخابية نازيهة وشفافة مش عايز أقول الكمال لله وحده إنما بالنسبة كبيرة جدا وأعتقد ده مكتسب مش هنتنازل عنه للأمانة إذا كان ده أحدى يعني نصوص تسطور 2014 ومخرجات الحوار وطني وتمسك كل الأطياف السياسية والأحزاب السياسية داخل الشركة في الحوار وطن والشخصيات العامة حتى بضرورة للشرف القضايا الكامل أنا أعتقد أنه ده مطلب وده مكتسب أصبح يعني مكتسب يعني قانوني يعني أنه لازم يجب أن تستمر لأنه احنا شفنا الثمار هذه العملية أنه بالفعل أصبح عندنا بالفعل إدارة العملية الخيرية إدارة حقية إدارة سليمة إدارة شفافة بالفعل بتطبق كل اللي بدوابط وكل التسيرات والتسيلات يعني نحن كل انتخابات بنشوف بنشوف الجديد سواء على ما سواء انتخابات في الخارج أو الداخل بنشوف التسيرات كل مرة يعني يعني ما مفضلش يعني نحن دون هذه المرة من أبرز الأمور الحقيقة هو بطاقات التصويت بطريقة درايل لأن خبين المكفوفين ده لأول مرة شيء رأى بشدات مكتوبة كمان يعني دون الإعاقة السماية صحيح بالتأكيد يعني أنت مش نواز بها غير أنه نوح نأخذ المواطن من البيت اللي بغيت تسلوه يعني أعتقد ما فيش تسيرات أكتر من كده على كافة المستويات